أنت أخدعني مرة فهذا خطؤك أو عار عليك أنت أخدعني مرتين فهذا عار عليك القصة باختصار شديد أن جماهير النادي الأهلي غاضبة جماهير النادي الأهلي خايفة بل متوجسة خايفة من سيناريو الموسم الماضي نفس القصة بتيجي أمام فيوتشار نفس الفريق بتحقق نفس النتيجة واحد واحد أكيد سيناريو المباراة كان سيناريو من أغبى السيناريوهات اللي ممكن تقابل فريق في كرة القدم أو تقابل بقى جماهير فريق في كرة القدم أنك تبقى قاعد ومستشعر أن أنت خلاص حسامت المباراة بتلعب أمام فريق ناقص لاعب بتسجل الهدف الأول أنت المستحوص تماما على المباراة فييجي هدف عكسي تجاه اللعب تماما توصل للتعادل فنجد أن أنت أمام ظرف صعب جدا محتاج تسجل هدف تضغط يجي لك ركل الجزاء بعد ست دقايق مراجعة في لقطة واضحة جدا جدا بالعين المجرد ده ما كانتش محتاجة ست دقايق مراجعة فيتصدى أفشا وهو ليس في الترتيب أو اللاعب هو المنود بتسجيل ركلة الترجيح أو ركلة الجزاء فتيجي في العرضة وتخسر نقطتين في توقيت وفي يوم كان المفترض يكون يوم أهلاوي جميل عشان كده غضب جمهير النادي الأهلي هو مشروع ولكن أنا مش عايز ناخد غضب جمهير النادي الأهلي لأننا نعيد نفس السيناريو ليه؟ لأن كلر نفسه قال أن السيناريو مختلف ولازم نثبت أن السيناريو مختلف وما نستسلمش لأي حد عاوز يغدك لسكة أنه هو بلغة القرى يركبك نفسيا يبدأ يصدر لك المشاكل عندنا سلبيات بالتأكيد عندنا سلبيات عندنا كان فيه استغطار وإحساس أن انت خلصت الماتشو وكسبت المباراة كان موجود بالفعل أن ده موجود عند اللاعبين كان محتاجين أن يكون فيه نهاية للمباراة بشكل مبكر أن انت تنزل الشوت تاني عندك حماس وتسجل هدف تاني وثالث كان ده موجود لكن أنت للأسف استسهلت المباراة وده طبيعة الاستسهال سيناريو مختلف عن الموسم الماضي لكن هو نفس رصيد نقاط الموسم الماضي يمكن حتى الموسم الماضي أنت كنت فايز على الزمالك في الست جاولات الأولى أنت لسه عندك مواجهة مع الزمالك في يناير اللي المفترض هو المنافس ليك حاليا وهو حامل آخر نسختين لدرع الدوري وجماهير النادي الأهلي وأكيد أنت كمان مش هيكون عندك رفاهية أن أنت تخسر الدوري لثالث موسم على التوالي ويفوز به منافس يحققه الأول مرة في تاريخه ثالث موسم على التوالي أعتقد المباراة دي من المباريات اللي أنا ما بحبش أروح لتفاصيلها الفنية هتقول لي إزاي هقول لك القصة مش كتاب بتفتحه تقول تعالى بص معايا للأرقام اللي موجودة فحتلاقي أن أرقام النادي الأهلي كان عنده محاولات أكتر اكسبيكتد جولز أو أهداف متوقعة أكتر هجمات أكتر خلق وفرص أكتر لو أنت عملت ده يبقى أنت بايد جدا 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 عن فكرة أن أنت تشوف مشكلتك طبيعي في مباراة عندك لعب المنافس بيتطرد من الدقيقة 21 تقريبا وبيلعب ناقص وبتتاح فيه ركل الجزاء في الدقيقة الأخيرة وبتتاح فرص تخلق أفضلية فأنا بالعكس معيار الأرقام هنا عندي أنت ما تخرجش رغم الأرقام دي ورغم ظروف المباراة ورغم حاجات ساعدتك كمان في المباراة وهي حقك وبالعكس في حاجات ما خدتش فيها حقك ودي حنجلها ولكن أصلا اللي كان متاح من ظروف المباراة كان طبيعي يخليك تطلع محاقة نتيجة إيجابية فبالنسبة لك قصة مش إن نبص أرقام وقول الأهلي كان كويس كأرقام ما طبيعي أنت بتلاعب فريق بيلعب ناقص لعب وبتلعب بقية المدة دي كلها وهو منقوص طبيعي هتروح بها جمات أكتر وطبيعي هيبقى لك محاولات أكتر وطبيعي هتعمل كل ده ولكن اللي مش طبيعي إن ما نكونش عارفين إن ما ينفعش تفقد الدوري للعام الثالث على التوائل واعتقد كلنا لازم نحط نفسنا قدام الحقيقة دي لازم نحط نفسنا أن هذه المباراة تستدعي إن إحنا نبص على خطوط عريضة رئيسية فأمور ليست فقط فنية أكيد في أمور فنية ممكن تبص عليها طريقة استقبالك لهدف متولي كان وضعه إيه في الكورة محمد الشنوي هل نسبة تحمل الكورة أمور هنروح لها زي ركلة الجزاء ولكن أنا عايز أروح عند الخط العريض والأساسي إن لازم أنت تسأل نفسك سؤال أنت عارف إن ما ينفعش تفقد الدوري السنادي ولا مش عارف ده لو عارف ده يبقى ده أمر بنبني عليه كلنا وبنتكلم فيه وأنا لا بحب لا الإفراط ولا التفريط يعني إيه الإفراط يعني هنيجي لفكرة إن يلا مش فرقة مباراة وخسرناها ويلا بينا وعادي وإحنا مكملين وكأن ما فيش مشكلة ودايما ما بتبصش لمشاكلك فين أنا ما بحبش ده وفي نفس الوقت التفريط إن حد يجي يكلمني إنه وإنت متصدر الدوري في هذه اللحظة إنت ممكن ما تكونش بطل المسابقة لا أنا أقول لك في وضعك ده أنت ينبغي أن تكون بطل المسابقة فلا أنا روح لفكرة إن أنا مش مكمل وحرم الفوطة وأنا لسه في الجولة السرعة ولا روح لفكرة إن أنا ما عنديش مشاكل والدنيا كويسة وإيه المشكلة ده ماتش وعد ده لا مش ماتش وعد أنا لازم أبص وأخرج من المباراة بخطوط عريضة أكبر من فكرة الفنيات في انعكاسات وتفاصيل كل اللي اتفرج على المباراة عارف أنا بتكلم فيها إزاي اللي اتفرج على المشاهدة شكرا